تلقى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقع رسالة خطية من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أعرب فيها عن خالص الشكر والتقدير لما يليه سموه من دعم وتأييد متواصل لدفع جهود الأمم المتحدة من أجل إرساء السلام وتعزيز التنمية المستدامة والشاملة وحقوق الإنسان للجميع وعبر الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته عن تقديره للرسالة التي تلقاها من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بمناسبة الاحتفال بيوم الأمم المتحدة وما حملته من تأكيد على حرص مملكة البحرين على تعزيز تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة ومنظماتها ووكالاتها المتخصصة ودعم سموه لجهود الأمم المتحدة ودورها في إرساء السلام والاستقرار والتنمية في العالم وقال جوتريش في رسالته إنه من المشجع أن ندرك أن الأمم المتحدة يمكنها الاعتماد على تأييد سموكم في هذه الأوقات التي نواجه فيها الكثير من التحديات والمخاطر وأضاف أن المثل العليا والأهداف المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة لا تزال تشكل منارة ونبراسا لدفع الجهود المشتركة من أجل إحلال السلام في العالم ودفع جهود التنمية المستدامة والشاملة وعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن تطلعه إلى مشاركة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لمنظمة الأمم المتحدة للاستماع إلى آراء سموه ضمن حوار عالمي حول أفضل السبل التي يمكن من خلالها للأمم المتحدة التصدي للتحديات التي تواجه العالم في المستقبل ترجمة نانسي قنقر